مجزرة رفح لا تزال متصدرة طبعا الترند والأخبار والعناوين في كل مكان وعلى كافة المنصات بعد ما قصف الجيش الإسرائيلي من يومين مخيم للنازحين في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح وأدى إلى مقتل 45 شخص على الأقل إسرائيل اليوم كمان رجعت وقصفت منطقة خيام غربي مدينة رفح وأدى هذا القصف لمقتل سبعة فلسطينيين مدنيين على الأقل مجزرة رفح واللي كملت اليوم تكلمنا من أمس عن كمية التنديد الدولي اللي سببتها واللي كثير منه جاء من دول داعمة ومؤيدة لإسرائيل وشفنا حقيقة تصريحات من دول ونبرى ما سمعناها من قبل مثل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وغيرهم هذا غير التراشق والتوتر اللي صاير بين إسرائيل ودول مثل النرويج وأسبانيا وأيرلندا بعد قرارهم الاعتراف بدولة فلسطين اللافت أنه من وقت مجزرة مخيم النازحين في رفح من يومين أنه التغير أو خلينا نقول النبرى الحادة ضد إسرائيل ما شفناها بس من سياسيين وحكومات لكن كمان في الإعلام الغربي واللي أغلب عادة كان في صف إسرائيل ودائما بيذكروا بيكرروا جملة حقها في الدفاع عن نفسها لكن من وقت مجزرة رفحوا شايفين مقالات وتقارير وعناوين منددة وتدين إسرائيل وحتى ساخرة ومهاجمة لإسرائيل صراحة خاصة بعد اعترافها يعني بأنه اللي صار خطأ وبتأسف عليه وشافوا إسرائيل بتحاول تخفف من وطأة جريمتها ويمكن من آخر الأدلة على تغير لهجة الإعلام الغربي هو تقرير نشرته الغارديان خطير وصادم بكل ما للكلمة من معنى وبيقول التقرير أن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد سبق وهدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا للتخليل عن التحقيق في جرائم الحرب وقال لها لا تريد التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر وهذا تقرير هجومي وإدانة لإسرائيل بالدرجة الأولى معانا أستاذ العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج أهلا فيك معانا دكتور أحمد هل نقدر نقول أن مجزلة رفح كانت نقطة تحول في الإعلام الغربي؟ طبعا نستطيع أن نقول أنها نقطة تحول في الإعلام الغربي لكن علينا أن نوضح هذا التحول ليس من منطلق أنه اكتشاف للحقيقة أكثر منه هو خجل مما يجري لم يعد باستطاعة الإعلام الغربي أن يغطي ما يجري لذلك إنقاذا لمسؤوليته ومصداقيته بدأ يغطي ما يجري ويستخدم عبارات كالتي تحدست عنها من أجل إطفاء المصداقية على نفسه لكن هذا الإعلام إذا ما نظرت إليه في جوهره لم يزل متحيزا لإسرائيل لأنه حتى الآن لم يتجرع على وصف ما يجري بأنه إبادة رغم أن كل ما يجري تنطبق عليه الأوصاف القانونية لذلك أعتقد أنها صحيح ما يجري الآن هو نقطة تحول إنما هي تحول من باب الخجل والحفاظ على المسئولية المهنية أكثر مما هو اعتراف بالخطأ والندم وبالتالي محاولة إصلاح ما صار في جزء كبير يمكن شفناهم من المشاهير والإعلاميين ليس بالضرورة أن تحدثوا عن الموضوع مثلا في برامجهم أو مثلا طلعوا خلال حفلاتهم وتكلموا لا تكلموا عبر مواقع التواصل وحطوا مثلا صور من رفاح أو في منهم صار يقولوا مثلا زي بيرس مورغان الإعلامي البريطاني الشهير اللي من أول 7 أكتوبر هو ماخذ صف إسرائيل تماما يعني لا نبرة تماما تحولت هذه التحولات اللي بنشوفها على السوشال ميديا إيش بيكون عادة الهدف منها يعني والله السؤال في منتهى الأهمية دعيني أخذ مسالين بيتر مورغانز وأمالي كلوني بيتر مورغانز يعني هو من أشد المؤيدين لإسرائيل وكان دائما عندما يقابل أي أحد كان يقول له هل تدين حماس هل يعني يضع الحرب دائما في وجه المحاور دون أن يتحدث صح نعم بيرس مورغان نعم لذلك يعني الآن هو نتيجة الحملة الإعلامية عليه في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه منحاز وأنه غير مهني فما جرى في رفح اليوم كان يعني صادما للجميع لذلك قال أنه ما حدث لا يمكن الدفاع عنه استخدم عمارة indefensible وهذا يعتبر تحول عنده لكن أنا برأي الشخصي هذا التحول الناتج هو إنقاذا للسمعة المهنية التي هو يريدها أن تبقى يعني على ما هي من الصفاء وأنه غير منحاز وغيره كذلك ما حدث لأمل كلوني أمل كلوني كما تعرفين كان الكثير من الناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي يهاجمونها وينتقدونها ويقولون لها كنت سباقة عندما اشتاح بوتين لأوكرينيا وتتحدثين عن حقوق الإنسان وتتحدثين على الانتهاكات بينما عندما حدث في غزة ما حدث لم نسمع منك صوتا لذلك أمام هذه الحملة كشفت مؤخرا أنها كانت من دمن اللجنة التي أحال إليها المدعي العام كريم خان الملفات لتدرسها مع بعض المحامين الآخرين وبهذا هي أصدرت بيانا تتكلم عن هذا الأمر وكأنها تقول أن صمتها كان لهذا السبب لكن حتى الآن لم نبعد يسمع منها صوت كل المشاهير الآن هم في موقع حرج لأن وسائط التواصل الاجتماعي ونقنوات الأخبارية الأخرى الحيادية والمؤيدة للفلسطينيين وضعتهم في موقف حرج جدا ولذلك هم ينطلقون من باب حماية الزاد أكثر من أنهم فعلا شعروا بالندم وبدأوا يشنون حملة قوية على إسرائيل لحملها على التراجع عما تفعله طيب وماذا عن سطوة إسرائيل اللي دايما بيتم الحديث عنها سواء مثلا إعلاميا أو حتى خلينا نقول أنه في هوليوود وفي كثير من هذه الأماكن هل نقدر أن نقول أن هذه السطوة أصلا كانت خلينا نقول أسطورة صنعناها نحن وكبرناها أو صنعوها هما وكبروها أو أنه ضعفت مثلا لا هي ليست أسطورة هي حقيقية يعني دائما هناك يعني تفتشي عن رأس المال رأس المال يلعب دور كبير في تمويل أفلام هوليوود وتمويل شركات الإعلام والإعلانات وغيرها الشركات التجارية لا تذهب إلى وساطة الإعلام إذا لم تكن هذه المنصات الإعلامية مسيرة لتوجهاتها لكن ما حدث الآن أن هناك أعلام عربي مستقل يتحدث الآن عما يجري وينتشر في كل أنحاء العالم لنأخذ قناتكم مسموعة في كل أنحاء العالم لنأخذ قناة أخرى كذلك وهناك وساطة التواصل الاجتماعي عكس وغيره وغيره لذلك خرج الإعلام من يد الذين يحتكرونه وبدأ يمارس دوره بشكل قوي جعل هؤلاء الذين يملكون المهم يخافون على مستقبل الإعلام على مستقبل مؤسساتهم لذلك هم بدأوا أيضا يعدلون المسار ليظهروا على نوعا ما بالحيادية هذا على مستوى هوليوود على مستوى العلام أما على مستوى السياسة لم يزل السياسيون خاصة في صناع القرار في الغرب بسنة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وغيرها لا يذالون متمسكين بالدفاع عن إسرائيل والسبب يعود بأكثر منه خاصة في أمريكا إلى اللوبي الصهيوني الذي يملك الكثير من الأموال التي يمكن أن يدفعها في حملات الانتخابية وبالتالي لا أحد يجرؤ من السياسيين على معارضته لأنه لن يحصل على المال الكافي لشأن حملة أعلامية ناجحة توصله إلى المنصب الذي يريده ونحن رأينا الآن كعلى سبيل المثال في بريطانيا كثير من نواب حزب المحافظين لا يملكون المال لإدارة حملة انتخابية لأن لا أحد يتبرع لهم لذلك التبرع بالمال للسياسيين يجعلهم ينسجمون مع المواقب السياسية التي يطلبها أصحاب المال وبالطبع هم مؤيدون معظمهم إلى إسرائيل ومواقفها طيب اللي حصل الآن وشفنا هل نعتبره بداية تعديل المسار ولا لا يعني هي مجرد حادثة وستعود الأمور يعني طبعا هذه المأساة التي نعيشها نحن ونحن نعرف أنه عندما تحدث كارثة إنسانية الإعلام دائما يسلط الضوء عليها وبالتالي تصبح قضية مهمة جدا للرأي العام وتشغله لكن ما أن تنزاح الصور اليومية عن المشاهد حتى يتضاءل الاهتمام بالقضية وتذهب إلى مكان آخر ويأتي محلها خبر أكثر وأهمية لذلك أنا بطبيعتي أنني أمن بالسياسة الواقعية أن ما نشهده الآن هو طفرة وليس عملية متواصلة كالتي حدثت في فيتنام دعينا نقابل ما حدث احتجاجات في فيتنام وما الاحتجاجات التي تقوم الآن في فيتنام السبب الرئيسي أن الاحتجاجات استمرت لأن المتضررين كانوا هم من الشعب الأمريكي كان هناك الجنود يموتون جنود أمريكيين على الأبد نعم صحيح في فيتنام كانوا يدفعون الكثير من الأموال لذلك كانت شغلهم اليومي ولهذا أثرت الاحتجاج على صناع القرار أما الآن فأن الأمريكيين صحيح يتعاطفون مع القضية أو الغربيين يتعاطفون مع القضية لكن ما أن تنزح الصور عن شاشاتهم حتى ينسون ويتحدثون عن مشاغل أخرى الضرائب والعمل وغيرها وغيرها وهذا ما أخشاه نشكرك على هذه المداخلة كان معنا أستاذ العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج شكرا لك